طبعا حضراتكم عرفتوا انه قرار الرئيس النهاردة وتوجيه الرئيس انه يعني يتم التداول في قانون الشهر العقاري ياخد سنتين او اكثر علشان نقدر نبص فيه ونقدر يبقى فيه حوار مجتمعي وفي الوقت ده كمان يكون فيه مبلغ مقطوع معروف بالنسبة لتسجيل الشواء وكل شيء على قد مساحتها وعلى مكانها والجداول بتاعتها يعني طبعا هذا الامر حيبقى فيه اشياء كثيرة تنظيمية الفترة اللي جاية ديت وحنقدر نفهم ايه الحكاية والموضوع ولكن ايه هي الرسالة اللي بيوجيها الرئيس للناس او اللي بتوجيها الادارة المصرية للناس نمرة واحد ان انا ما كنتش عامل ده علشان الجباية انا بتكلمه بصراحة يعني انا بالنسبة لي ده الرسالة كده انا مش كنت عامل ده عشان مزنوه في قرشين فبقولك لو سمحت اعملني الكلام ده عشان عايزين ندخل فلوس لا 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 خالص لانه لو انا كان هذا الامر موجود على فكرة امبارح كانت الناس مبسوطة بالسنة يعني كانت الناس مبارح مبارح قالك اه سنة كويس اول غاية يناير الجاي فجي الرئيس النهاردة قال لا سنتين سنتين علشان يبقى فيه حوار مجتمعي ونقدر نعمل حاجة فهو الرسالة الاولى اللي بيقولها لكل الناس اللي قالك انتو بتعصرونا وانتو عايزين تاخدوا فلوس مننا زيادة لا هو بيقولك لا ده ما كانش الهدف اه طبعا المتحصلات اللي بتعملها الدولة بتفيد في بناء الدولة وفي دعم الخدمات وفي دعم الانشطة اللي بتقدمها الدولة سواء كان صحة او تعليم ولكن في النهاية انا بقولك انه ده ما كانش الهدف الموضوع التاني ببساطة بيقولك انا سامعك دي الرسالة التانية انا سامع انت بتقول ايه انا سامع الحوار المجتمعي انا سامع الناس بتتكلم ازاي انا سامع القلق بتاعكم ولذلك انا معاكم احنا يا جماعة مش عادي ما هو فيه ناس بتحاول تحسسك انه فيه السلطة واحنا فيه الحكومة واحنا فيه الرئيس واحنا لا هي ما فيش كده احنا كلنا واحد انا موجود وسطكو علشان اسمع واشوف واعرف اعمل ايه الحكاية و ايه الموضوع و كل هزي الاشياء اشتركوا في القناة